مرحبا بكم مرة أخرى في قناة التحدي اليوم جاءنا نهضر على الأزمة الاقتصادية الجديدة اللي كل شي يتحضر لها واللي كل شي يقول إلا أنها ستضرب قريبا أو تقدر تكون بدات والاقتصاد العالمي سيدخل في ركود اللي هو ركود حاد اللي الناس سيتعاني فيه حتى من توفير لقمة العيش مع التضخم اللي طلاعوا مع النساب ديال الفوائد اللي طلعات القرض واللي تصعابت الناس تزاد عليها الخماق المالي لأن الرواتيب قد تابتة وحتى حجمها تزاد ولكن هذا نقدر نقول على أن هذه الأزمة ديال هذا الركود اللي غندخل له يشبه إلى حد ما أزمة 1929 اللي كانت أزمة كاريتية على جميع الشعوب اللي بدات في الولايات المتحدة بعد انتشرت في جميع دول العالم واللي الشعوب كلها وجهت واحد للمدة ديال عشر سنوات من صعوبة العيش من الأزمات الاقتصادية الخانقة اللي الاقتصاد العالمي أخذ المدة ديال عشر سنين كاملة باش يقدر يخرج منها واليوم إلى حد ما هذاك الفيلم كيتعاود واللي حقيقة ما كيتعاودش اليوم ولكن بدك يتعاود في سنة 2008 غير هو المنظومة المالية المنظومة الاقتصادية العالمية حاولوا ما يمكن يسيطروا عليها وما يجعلوها تفاحل ولكن في الحقيقة كانوا يزيدوا ويطغلوها في العمر وما كانوا يحبسوها ولكن حاولوا غير كيف ما قلنا يكلموا واحد شوية ولكن الآن في سنة 2023 كل شيء يهضر عليها وكن نظن أنها وصلت وحنا اليوم في تحدي هذا الوقت ليس هنا كي نزرعوا بالبلافوس للناس أو نخوفوا الشعوب ولكن سننبهكم لكي تردوا البلافوس من التدابير التي تخذ ويجدوا رأسكم لما هو قادم لأن ما هو قادم سيكون إلى حد ما صعب شوية لأن الإنسان يتحضر له كما يجب وفي هذا الإطار هذا كثير من الناس تفهم ما هو هذا الركض الاقتصادي فكيف ما كتلاحظوا عملية التدخم الأسعار تلعت لها واحد درجة استغرب معها الإنسان عامة يعني غادية في تزايد مشي غيزات تحبسات ولكن غادية كتزيد وكتزيد وكتزيد إلى أين حتى واحد ما ما عرف إلى أين وهذه المستوية هذو كيف ما يكون محلين اقتصاديين معمرهم كانوا منذ مئة عام يعني كان كان واحد النوع تدخم خلال هذه المئة عام التي تزد ولكن معمره تعدى جوش في المئة وإلى أقصى حد فش يطلع يطلع ثلاثة في المئة ولكن هذه أول مرة تدخم يصل إلى عشرة في المئة تدخم وعلى ما يقولون بعد محلين وحدين أخرين يقولون لأن هذا الرقم هذا الرقم هذا الرقم 10% الذي يعطيه لأن الفدرالي الأمريكي لا يريد يخلع عباد الله لا يريد زرع البلبالة في الاقتصاد العالمي لأن الأمور لا تزيد تفعل أكثر من 10% فمهما كانت الدولة كبيرة كيفما كانت دخمة ديالها كيفما كانت دخمة اقتصادها أو المؤهلات التي عندها أو أي حاجة نضرع لها فالتدخم كي يهلك اقتصاد الدولة كيفما كانت غنية فقيرة تدخم كي يضرب أساسيات العيش عند المواطن وقت المواطن عنده الراتب محدد هذا الراتب عنده مصاريف شهرية فالراتب هذا موقع يكفي لأن كل المواد تزاد و تزاد و تزاد و تزاد و تزاد فالرواتب يجب أن تصعب و تزاد و تزاد فالراتب فإذا قد يستطع و نطرح ما سيء هذا بسبب التضخم هذا حيث كثيرا نحن ترى كيف بدأو وين غيس الأيام وشن الأسباب دياله يا سادة السبب الرئيسي دياله هو الريبة و هناك رجعتنا قلوب اللي الله سبحانه وتعالى ما حرمش تريبا غي هكا فالريبة يا سادة هي سبب هذا التضخم هذا كله وهي سبب ديال تدمير بزااف ديال الأمم من قبل وسبب ديال تدمير بزااف للقصصادات اللي كتتعتمد عليها عالميا فكيف ما كتعرفوا النظام العالمي كله كيخدم بالريبا النظام العالمي كله كيخدم بالكريديات يعني للإنسان فاش كتجيس هدر معاك تلقاها شارية دار بالكريدي شارية طنوبيل بالكريدي مفرش الدار بالكريدي يعني الناس دخلت في واحد الدواء مدير ريبا واليوم غادي ينشرحوا بالضبط كيفاش هات الأمور هذي كتوقع فالكريدي عامة كيتجهل للإنسان فاش مكيكونش قادر يشري الحاجة لان انت مثلا عندك فلوس وقدرت شري الحاجة علش هتأخذ علي هالكريدي كيتأخذ علي هالكريدي حيث انت مقدرش شريها بالفلوس عندك حيث ما عندك شديك القيمة ديها الفلوس بشيغل تشريها فكتستجهل للكريدي حذبا مثلا حاجة تشريها بمية درهم هذيك مية درهم كيتتفق معك هذيك لي كيبيعلك على أسس آن هذيان مية درهم هذي يترجعها بمياع وعشرين درهم إذا شريتي قمت بـ 100 درهم لن يمكنك توفر 100 درهم من بعد ولكن من 20 درهم لا يوجد يعني لا يوجد 100 درهم ولكن حتى الزايد لن يوجد 100 درهم ولكن من قاتل التسعي سيكون لديك صعوبة لكي تخلص 20 درهم ماذا يوقع؟ إنسان يبقى يأجل الكريديات ويأجلهم ويأجلهم في 120 درهم يأجل صغير فالفوائد تزاد على 120 درهم يعني ما تبقى الفوائد تزاد على 100 درهم ويأجلهم ويأجلهم القيمة كاملة 60 بولدوناج هي كرة التلج تبقى زايد ويأجلهم تغرق في الكريديات ويأجلهم تغرق في الكريديات لأنه لا يوجد 120 درهم سيكون لديك 100 درهم سيكون لديك 200 درهم سيكون لديك 500 درهم سيكون لديك 600 أو 700 درهم وهي سيكون لديك وانت تخلص أقل حاجة ممكنة ودما تزاد وتقول لديك الكورة تزاد وتقول لديك فوائد وتقول لديك تزاد وتقول لديك كريديات فشكتدير؟ كتجهتان الكريدي تسلف لكي تخلص الكريدي وهنا فهو الغول تسمى غول يلريبة كتدخل فيه فكتسمى أنك ضربت رصاصة فراسك بلا ما تحس وهذا الشيء تماماً اللي واقع في الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمي في الأول يبدأ بها الطريقة هذي لأن كيف ما كان نحكمه على الفرد كان نحكمه على الكل فالاقتصاد العالمي بدك يطلع في الكريديات الدول كالكريديات هذا كدير كدير من هذا حتى وصلت ديون 300 تريليون دولار وفي الحقيقة الفلوس الحقيقي الذي كانت في العالم فقط 90 تريليون دولار 10 تريليون دولار وعشرة تريليون دولار في العملات الرقمية البيتكوين وإثاريوم وإلى ما آخره يعني أن القيمة الحقيقية التي كانت حقيقة لم يقامل حتى تولد ديون يعني ديون كلات الفلوس الحقيقية وحتى اللي نريد أن نخلص هذه الدوية لا نستطيعها حيث لا يمكنك أن تخلص 300 تريليون دولار من العالم يوقف وهذه هي التي يسميها السكتات القلبية التي توقعها لأن الأبنك لا يكون قادرة تسلف العباد الله لأن كل شيء يبدأ تسلف شركة تسلف الأفراد والحكومات والمنظمة وكل شيء يتسلف فهذا لا يمكنك أن يكون لديهم ستوك كامل لكي يغطي وقاع ذلك المتطلبات التي تطلبها هذه الأشخاص أو هذه المؤسسات لأنها تسلف لأنها تسلف لأنها تسلف ولكن الطلب كان كثيرا المشكلة في الأمور هذه ديون هو أن المتضرر الواحيد هو الشعوب لأن الحكومات تسلف ولكن كل شيء يخلص يخلص الفاقر ويخلص الشعب الذي لا يحتدن في دكشات شيء الذي أهضرنا في المستوى العالي أما الذي أهضرنا في المستوى الصغير أعود لأن الإنسان يبدأ يتسلف حتى يغرق الكريديات عندما أهضرنا على المشكلة سأهضروا على الحل ففي فترة الركود الاقتصادي يكون كل الأرض تقلم الطلب لأن الطلب لا يوجد شريح لا يوجد مدخول كافي كل شيء يخرج لا يوجد شريح فكتجه دائما أنها تخلى على الكمال وكتأخذ غير الضروريات يعني كتأخذ باش تعيش كيف يأكل وكيف يشرب لا يوجد شريح والناس كلها ستتجهل لأنها ستكون خائفة على ما يوقع حيث يحتاج حجم مبقات مضمونة وكل شيء خائف فبزاف الحويج سيقصوا بزاف الناس بلوتو سيقصوا التسوق يعني سيقصوا لهم الحويج بسالة والتصارف يعني سيأخذوا المسائل المهمة وبشوية بشوية الإنسان يبدأ يفكر في الكريديات يبدأ يفكر أنه يحل المشاكل الذي يدجع عندهم وينقصها عليه شوية بشوية طبعا الناس لا تبقى تأخذ الكريديات بزاف الشركات التي تبيع لا تلقى أن تكون يشارع عليها فهنا الأمور التي تنقص الكريديات لا تبقى عليها الطلب الفلوس تبقى ترجع لليبونك وليبونك تبقى تزاد عندها الفلوس التي تستطيع تسلف العباد الله من بعد وقبل أن نسألي الحلقة نتبهكم مجموعة هذه الأشياء التي تريدونها ضروري وتنتبهوا له مهمة باش تنقدوا راسكم أول حاجة خاصة أنك تعود حساباتك وترد البال وتحسب كل شيء وتكون ما أمكن قادر على أنك توفر 30% من ذلك شيء اللي كتدخل 100% 30% للإضخار و70% تصرفها هذه أول حاجة الثاني حاجة تخلى على الكماليات ما عندك ما تدير بها خود غير ضروري واللي محتاج لهم تفحياتك الباقي ما عندك ما تدير بها شري شوية ديلة تذهبوا الفضل لأنه مهمين هما اللي فيهم كانت عندك فلوس حاولت تخرجها باش تروجها باش تقدر تواجه التدخم يعني ما تبقاش تابتا حيث الفلوس اللي تابتا لقيمة ديلها كتمشي نهار على نهار ما تولي سويا ولو ما تقدر تخلص لك حتى المعيشة ديالك هو الموضوع كبير بززا فوبها ما هاترنا عليه ما عادنا نقدر نوفي وكل شيء فلهذا أنا أولا تشرح لكم بعجالة شن هو الموضوع هذا وكيفاش قدروا تواجهوه حاولوا تواجهوه مع الفيديو مع الأصدقاء باش الاستفادة وكل شيء حاولي رضي بالو والله يحفظ لجميع تحياتي